نستكمل الحديث عن الفصل الثاني من مكرر العلوم العامة وفصل الفيزياء الموضوع الرابع الحرارة الأهداف فيه هدف الاثنين الهدف الأولاني أنك تعرف مفهوم الحرارة وطرق الحصول عليها الهدف الثاني تقدر ارتقار بينها طرق انتقار الحرارة المختلفة نشاط نشاط يقول ماذا يقصد بالحرارة وترك الحصول عليه الحرارة تعرف الحرارة بأنها صورة من صور الطاقة يكتسفها الجسم نتيجة حركة الجزيئات والزرات الداخلية المكونة لمادته حرارة صورة من صور الطاقة يكتسفها الجسم السابحة حركة الجزيئات والزرات المكونة لمادته طرق الحصول على الطاقة فيه طرق عديدة للحصول على الطاقة منها ميكانيكية ومنها كيميائية ومنها نومية ومنها كهربية نشاط آخر نشاط بيقول كيف تنتقل الحرارة انتقال الحرارة الحرارة تنتقل بعدة طرق منها الإشعاع ومنها الحمل ومنها التوصيل ومن انتقال الحرارة يتطلب ان يكون فيه اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين عشان يحدث انتقال للحرارة نشاط النشاط بيقول وبيسألك كيف تنتقل الحرارة في المواد الصلبة انتقال الحرارة بالتوصيل يبقى اول حاجة بالتوصيل تنتقل الحرارة في المواد الصلبة والأجسام الصلبة بالتوصيل يبقى انتقال الحرارة في المواد الصلبة يتم عن طريق التوصيل ازاي؟ يا اما بسبب حركة حركة الالكترونات او حركة جزيئات المادة اي منهما؟ تفسير لا تفسير لانتقال الحرارة في المواد الصلبة الالكترونات الحرة عندما تسحن تكتسب طاقة حركية تزداد سرعتها نتيجة ذلك ستصطدم بأزر الالكترونات المجاورة لها وبالتالي ينتقل جزء من طاقاتها الى هذه الالكترونات وبالتالي تنتقل الى الطاقة الحرقية وتستمر هذه العملية الى ان ترتفع درجة حرارة الجسم المعدني كله الطريقة الثانية جزيئات المادة نفس القصة جزيئات المادة تسخن تزداد طاقة حركتها تزداد سرعتها تصدم بالجزيئات المجاورة وبالتالي نتيجة الاصطدام تنتقل جزء من طاقتها الحرارية او الحركية الى الجزيئات المجاورة تستمر هذه العملية الى ان يسخن الجسم المعدني كله نشاط اخر انتقال الحرارة في السوائل والغازات كيف ننتقل الحرارة في السوائل والغازات انتقال الحرارة بالحمل احنا قلنا في المواد الصلبة بالتوصيل لكن في السوائل والغازات بالإيه؟ بالحمل ازاي يتم انتقال الحرارة بالحمل في السوائل والغازات؟ عند تسخين سائل أو غاز الجزء القريب من اللهب يحصل له ايه يسخن؟ لما يسخن تقل كسافته يبدأ يحصل له ايه؟ يتمدد يطفو فوق السطح ويحل محله الماء البارد الأعلى كسافه هذا الماء البارد يسخن فإيه اللي كسافته؟ يطفو ويحل محله الماء الأبرد منه وكذا إلى أن تستمر هذه العملية إلى أن يسخن السائل كله أو الهواء كله وبالتالي يحدث ما يسمى بإيه؟ بطيار الحمل نشاط آخر النشاط بيسألك عن إيه؟ كيف تنتقل حرارة الشمس إلى الأرض؟ الشمس طاقة الحرارية كيف تصل إلى الأرض؟ حننتقل على الطريقة الثالثة لانتقال الحرارة بالإشاعة في الطريقة الأولانية بالتوصيل والحمل كان فيه وسط لانتقال الحرارة بالإشعاع الحرارة لا تحتاج وسط ولكنها تنتقل على شيء إيه؟ موجات كهرومغناطسية إلى الأرض ويحدث ذلك عندما تكون الأجسام ذات حرارة عالية جدا 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 طاقة فائقة الطاقة أو طاقة فائقة وبالتالي يحدث فيها تزبزب عالي جدا ينتقل عنه انطلاق الموجات الكهرومغناطسية حاملة الإحرارة في نائة الموضوع لغ خاص لنت تعلمته ترجمة نانسي قنقر